مالذي يحدث في تعز سؤال يستنكر به الناس واقع مدينتهم وهي تنزلق نحو هاوية الاحتراب الداخلي بين حامل الاسلحة المنفلتين او اولئك الذين يطلقون على انفسهم تسمية متعددة تحت يافطة المقاومة ذاك للاستنكار اما ان اردت الاستفامة فانت تحتاج الى عشرات الاسئلة بصيغ مختلفة ومتعددة وربما تدخل في متاهة الاجوبة التي تتعدد بتعدد الفصائل المسلحة وتعدد اهدافها ومخططاتها ومن يحركها وكيف بدأت والى اين يمكن ان تنتهي البداية ان التعز كانت على قلب رجل واحد وعلى اسوارها انكسر مد الميليشيا وظلت تقاوم بامكاناتها الذاتية وما تيسر لمقاتليها من دعم اتى به التحالف بعد اشهر من المقاومة حتى اقتربت كثيرا من النصر والفكاك من سيطرة الميليشيا لكن ذلك لم يعجب اطرافا كثيرة ومنها اطراف في التحالف العربي فعطلت المعركة في تعز وعطلت مكامن قوتها واصبحت المناطق المحررة في المدينة مسرحا لتصفية الداخلية بين فصائل المقاومة بقاء الفصائل المسلحة بعيدة عن سيطرة الجيش ودعم التحالف لفصائل ضد اخرى كان الطريقة السهلة لحرف تعز عن مسار المعركة الوطنية ضد الانقلاب وادخالها نفق الاغتيالات والتصفية الداخلية اشاهد في هذا ان الدم لم يجب في المدينة المحررة منذ اكثر من عام وان افراد الجيش والمقاومة اصبحوا صيدا سهلا لعصابات الاغتيالات التي تشتغل في مناطق سيطرتهم في البدء بدت الاغتيالات وكأنها عمليات عشوائية تستهدف افراد ومجند الجيش ثم ما لبثت ان تحولت الى عمليات منظمة تختار اهدافها بعناية من اجل هدف نهائي وادخال تعز في حرب الكل ضد الجميع هكذا يرى الكثير من المراقبين للوضع الامني في المدينة الجديد في هذا السيناريو هو اغتيال قائد لواء العصبة رضوان العديني في كمين لمسلحين تضاربت الانباء حول انتماءاتهم ومثل كل حوادث الاغتيالات اصبحت حادثة العديني محل اتهام بين عديد من الاطراف وامام كل هذه الحوادث تبدو السلطة المحلية عاجزة تماما الا من البيانات التي لن تحدث فرقا ولن توقف مخطط الاغتيالات ساري المفعول الاحزاب السياسية هي الاخرى ادانة الحادثة واستنكرت وضع المدينة المخيف ليبقى السؤال من بيده اليوم انقاذ تعز وكيف السبيل الى ذلك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة